أشهدت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط وأفاد بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن رئيس الدبلوماسية الأمريكية استعرض أيضا خلال محادثة هاتفية أجرها الأربعاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج استعرض التعاون الوثيق المستمر بين المغرب والولايات المتحدة كما تناولت المباحثات بين المسؤولين الجهود الهدفة إلى منع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وكان السيد بوريتا أكد خلال أشغال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية حول الوضع في فلسطين المنعقد في القاهرة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتأ يدعو للخروج من منطق الصراع والعنف إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوب المنطقة وأعرب السيد بوريتا عن استعداد المغرب الانخراط في أي جهد عربي ودولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا حضرت السيدات والسادة ترجمة نانسي قنقر